اسم الدرس وظف التناسب في السلام أستحضر أولاً أكمل بالوحدة المناسبة أو بالعدد المناسب 500 ألف سنتيمتر يساوي 50 ألف يساوي 5000 يساوي 500 يساوي 50 يساوي 5 4 هكتومتر يساوي 10 متر يساوي متر يساوي دسيمتر يساوي سنتيمتر 3758 سنتيمتر يساوي 375.8 يساوي يساوي 37.58 يساوي 3.758 يساوي 3758 وخمسين من ألف الإجابة 500 ألف سنتيمتر يساوي 50 ألف دسيمتر يساوي خمسة ألف متر يساوي 500 ديكا متر يساوي 50 هكتومتر يساوي 5 كيلو متر 4 هكتومتر يساوي 40 ديكا متر يساوي 400 متر يساوي 4000 دسيمتر يساوي 40 ألف سنتيمتر 3758 سنتيمتر يساوي 375.8 دسيمتر يساوي 37.58 متر يساوي 3.758 ديكا متر يساوي 3758 من ألف هكتومتر ثانياً أوجد نتيجة كل عملية قسمة دون إجراء العملية عمودياً 1 على 100 2 على 1000 1 على 2000 1 على 5000 الإجابة 1 على 100 يساوي 1 من 100 2 على 1000 يساوي 2 من 1000 1 على 2000 يساوي 5 من 10 ألاف 1 على 5000 يساوي 2 من 10 ألاف أستكشف ثالثاً عرض صاحب أرض على مهندس المعطيات التالية شكل الحضيقة شبه منحرف قائم الزاوية قيس قاعدة قيس قاعدته الكبرى بالمتر 120 قيس قاعدته الصغرى بالمتر 80 قيس ارتفاعه بالمتر 60 ثم طلب منه أن يمثل شكل الحضيقة على ورقة بيضاء مصغراً كل بعد ألفي مرة وبعد الإنجاز أعرض المهندس على صاحب الأرض الرسم التالي هل انضبط المهندس لشروط صاحب الأرض في الرسم؟ أعلّي الإجابة الإجابة لا لم ينضبط المهندس لشروط صاحب الأرض في الرسم لأنه لو انضبط لكان 2000 سنتيمتر على الحقيقة تمثل 1 سنتيمتر على التصميم أي قيس قاعدته الكبرى 120 متر يساوي 12000 سنتيمتر على الحقيقة يساوي 12000 في 1 على 2000 يساوي 6 سنتيمتر على التصميم قيس قاعدته الصغرى 80 متر يساوي 8000 سنتيمتر على الحقيقة يساوي 4000 في 1 على 2000 يساوي 4 سنتيمتر على التصميم قيس ارتفاعه 60 متر يساوي 6000 سنتيمتر على الحقيقة يساوي 6000 في 1 على 2000 يساوي 3 سنتيمتر على التصميم ما النسبة التي صغر بها المهندس أبعاد الحقيقة؟ الإجابة لمعرفة النسبة التي اعتمدها المهندس لتصغير الأبعاد الحقيقية نقسم البعد على التصميم على البعد الحقيقي بالسنتيمتر ثم نقوم باختزاله بعد القاعدة الكبرى 12 سنتيمتر على 12000 سنتيمتر يساوي 12 على 12000 يساوي 12 على 12 على 12 يساوي 1 على 1000 بعد القاعدة الصغرى 8 سنتيمتر على 8000 سنتيمتر يساوي 8 على 8000 يساوي 8 على 8 على 8000 على 8 يساوي 1 على 1000 بعد الارتفاع 6 سنتيمتر على 6000 سنتيمتر يساوي 6 على 6000 يساوي 6 على 6 على 6000 على 6 يساوي 1 على 1000 إذن النسبة التي صغر بها المهندس أبعاد الحقيقة هي ألف مرة ماذا نسمي هذه النسبة؟ الإجابة نسمي هذه النسبة بالسلام أستنتج كتابة لهذه النسبة وأسمي مكوناتها الإجابة السلم هو وسيلة حسابية نستعملها للتنقل من الأبعاد الحقيقية إلى الأبعاد على التصميم أو العكس وهذه النسبة التي اعتمدها المهندس تعني أن كل ألف سنتيمتر على الحقيقة تمثل واحد سنتيمتر على التصميم وتكتب كالآتي واحد على ألف أستعرض السلم الذي وضعه صاحب الأرض للمهندس ليرسم وفقه تصميم الحديقة الإجابة أراد صاحب الأرض أن يقوم برسم شكل الحديقة مصغراً كل بعد ألفي مرة أي أن يمثل كل واحد سنتيمتر على التصميم ألفين سنتيمتر على الحقيقة واحد على ألفان أتدرب رابعاً أنسج على المنوال التالي وأحدد السلم في كل مرة أتأمل الجدول ثم أقيم عمل التلميذة أمل قيس البعد الحقيقي عدد مرات التصغير قيس البعد على التصميم مقياس السلم المستعمال 80 سنتيمتر 20 مرة 4 سنتيمتر 1 على 20 1.50 متر 15 سنتيمتر 150 سنتيمتر 3 سنتيمتر 35 متر 7 سنتيمتر الإجابة لحساب السلم نقسم البعد على التصميم على البعد الحقيقي ثم نقوم باختزال السلم 15 سنتيمتر على 150 سنتيمتر يساوي 15 على 150 يساوي 15 على 15 على 150 على 15 يساوي 1 على 10 3 سنتيمتر على 150 سنتيمتر يساوي 3 على 150 يساوي 3 على 3 على 150 على 3 يساوي 1 على 50 7 سنتيمتر 7 سنتيمتر على 3500 سنتيمتر يساوي 7 على 3500 يساوي 7 على 7 على 3500 على 7 يساوي 1 على 500 عدد مرات التصغير عدد مرات التصغير يساوي قيس البعد الحقيقي بالسنتيمتر على قيس البعد على التصميم قيس البعد الحقيقي عدد مرات التصغير قيس البعد على التصميم مقياس السلم المستعمال 80 سنتيمتر 20 مرة 4 سنتيمتر 1 على 20 1.50 متر 10 مرات 15 سنتيمتر 1 على 10 150 سنتيمتر 50 مرة 3 سنتيمتر 1 على 50 35 متر 500 مرة 7 سنتيمتر 1 على 500 بسيطين 6 5 6 10 100 30 30 30 ترجمة نانسي قنقر